هذا الفيديو في إطار الحرب النفسية بين روسيا وأوكرانيا وجه الرئيس الشيشاني رمضان قدروف وبالمناسبة رمضان قريب وإن شاء الله يدخل عليكم الصحة والسلامة مصدقاً وجه رسالة غير عادية للرئيس الأوكراني زيلنسكي ملوحاً بمسدس في يده بحب هذا المسدس حسب قدروف هو شبيه بالمسدس لأطلق عليه هتلر النار على نفسه وقال أنا أعتبر المسدس من نفس نوع المسدس لأطلق به هتلر النار على نفسه سأرسله لك كي تطلق النار على نفسك هذا المشهد أتار صخرية العديد من معارضي الزعيم الشيشاني حيث سخروا من زعمه أنه شبيه من المسدس هتلر مؤكدين أن لا أحد حقاً يعرف أي سلاح أنهى حياة هتلر كما انتقدوا عاجز قدروف على انتشال المسدس كما يجب وهذه ما كانت المرة الأولى ليتوجه بها قدروف برسائل قاسية للرئيس الأوكراني فقبل مرة وصفه بالإرهابي بالبدوي الذي يعبد الشيطان وبالفاشية وأنا كالعادة ما عنديش دخل في الموضوع